اليوم 15 دموز هو اليوم العالمي لتنمية المهارات عند الشباب وقتنا نحكي عن المهارات وتنمية المهارات نحكي عن فرص كتير مهمة بسوء العمل وخاصة بالوقت الحالي اليوم الشباب بحاجة لفرص العمل واليوم أي سيفي ستروح تدميه أو تدمه لأي شركة فوراً سنروح للمهارات والخبرات السابقة فكتير اليوم هذا مهم رح نحكي أكيد عن أهميته أكيد رشال اليوم ضمن فقرتنا الاجتماعية رح نحكي عن أهمية تطوير مهارات الشباب أكيد باعتبارهم الفئة الأكثر أهمية بتقدم وتطور المجتمع رح نتعرف على المهارات اللي المفروض تكون موجودة عند الشباب ننميها ونوظفها بشكل صحيح ومناسب بسوق العمل وأكيد تفاصيل عديدة رح نتعرف عليها سواء مع ضيفتنا اللي صارت ضمن الاستوديو مدربة أتنية البشرية ولا لح لح يسعد صباح سعيد صباحكم وصباح جميع المتابعين الصباح الخير هل هي سعيد صباحك تماما شوال الله نحن الله الله يسلم وتارك هذه الطاقة حلوة يعني اليوم أيضا المهارات بحاجة لطاقة وبحاجة لإيجابية وقالت لهم نحكي عن مهارات الشباب نحكي عن مستقبل ورهان على بكرة يعني بطاقات حلوة خلنح بداية نعرف بهذا المفهوم بالنسبة لتعريف المهارة فهي قدرة الشخص وخبرة الشخص على أداء عمل معين أو مهمة معينة هذه القدرة بتجي نتيجة الاجتهاد المستمر نتيجة الممارسة نتيجة التعلم لأقدر أنجز مهمة معينة أو عمل معين بأسرع وقت وأقل جهد حيث أننا تكون قادر على إتمام هذا العمل أو هاي المهمة في أسرع وقت بأحسن صورة بأقل جهد ممكن لما نقول نحن اليوم مهارات الحياة فهي بتشمل كافة مجالات الحياة إن كان مهارات فنية إن كان مهارات إمتاعية إن كان مهارات تعليمية وحتى مهارات اجتماعية يعني مثل عندنا مهارات الكتابة عندنا المهارات الموسيقية عندنا المهارات التعليمية عندنا مهارات التواصل مع الآخرين أو العمل ضمن فريق عندنا مهارات القيادية والإدارية فهي بكل اختصار القدرة على إنجاز وإتمام العمل في أسرع وقت بأفضل صورة وأقل جهد أكيد يعني ولا يمكن اليوم كل شخص عنده مهارة أو موهبة معينة البعض ممكن يكتشف هاي المهارة من الصغر وينميها ويوظفها بشكل صحيح بالمستقبل بينما نشوف البعض الثاني ما يمكن يتأخر لحتى يكتشف هاي المهارة الموجودة عنده خلينا نوضح اليوم مين الشخص المسؤول عن اكتشاف هاي المهارة وشو بتفرق إذا نحنا اكتشفناها بوقت مبكر أو على كبار هلا بالنسبة لإكتشاف المهارة فهون حسب عمر الشخص نفسه وكمان حسب الظروف والعوامل المحيطة بهذا الشخص يعني نحنا بناخد بعين الاعتبار الظروف النفسية الظروف العائلية الظروف الاجتماعية وكمان الظروف المادية فإذا كان هذا الشخص فرضا بمرحلة الطفولة فهون الدور الأول والأساسي للأهل والأسرة أن يكتشفوا المهارة عند هذا الطفل هو بشو مبتع هو بشو عمية مياز ويحاولوا يأسق له هاي المهارة وينموها بالطريقة الصح كما لا تقدموا بالعمر يكون حدا مميز ضمن هذا المجال يكون حدا مبتع ضمن هذا المجال أما إذا بدنا نحكي بمرحلة الشباب والمراهقة فهون الشاب بيكون أكتر عقلانية وأكتر وعي هو لشو بيميل ميوله بأي اتجاه شو الأمور يلي بيحبها دراسة حرفة مهنة ممكن العزف على آلة موسيقية هو وين ميوله الإبداعية فهون بيحاول يركز على هاي الميول أكتر وينميها بالطريقة الصح ممكن عن طريقة دروس خصوصية ممكن عن طريقة المعاهد ممكن عن طريق التعلم الزايد الاكتساب الخبرات كمان ممكن عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي يعني نمي هاي المهارات وانطور الذات حسب عمر هذا الشخص وكمان حسب الظروف المحيطة بهذا الشخص هي دائما المتابعة بأي شيء نحبه بتثقل هاي المهارة وبتروح ممكن لموضوع الإبداع والتميز بمكان ما حكيتي عن سليب بالتطوير وأن العيلة الكورسات الخبرة وكثير اليوم هم المحيط الداعم اليوم يدعمك لتقدر تنجحي ونفسه ويقدر يفرش لك اليوم ونحكي عن مستوى المهارة في تقييم اليوم لا إلا كيف اليوم بتنظري لهذا التقييم هلا بالنسبة لتقييم أي مهارة فهون أهل الاختصاص يعني الناس المتابعة لهذا الشخص ممكن يكون الاستاذ بالمدرسة ممكن يكون المعلم ممكن يكون المدرب ضمن المعهد فبتجي تقييم هاي المهارة من أهل الاختصاص نفسهم وكمان ممكن الشخص نفسه الشخص نفسه يراقب حاله ويحس حاله أنه أنا اتطورت أنه أنا صرت بمستوى أفضل من المستوى السابق اللي كنت عليه فهون بيجي مرحلة تقييم المهارة إما من الأشخاص المحيطين أهل الاختصاص إما من الشخص نفسه كمان ممكن الأشخاص المحيطين بالشخص يقول له أنت مبدع بالمجال الفلان أو أنت حدا كتير مميز بهذا المجال يعني صوته الضوء على هاي المهارة أو هذا الحس الإبداعي يلي عند الشخص نفسه تمام يمكن المشكلة الشائعة يلي بيواجهوها الشباب هي قلة فرص العمل اليوم يمكن الشباب عندهم صعوبات كتيرة إن كان بيقلة حماسهم إن كان بيضعف المردود المادي أو فعلا يمكن الفجوة اللي بتكون موجودة بين الدراسة والاحتياجات الفعلية لسوء العمل طيب هاي المشاكل نحن كيف قادرين اليوم نتجاوزها هلا ما فينا حدا ما بيمر بحياته بعض المطبات بعض العرقين بعض المشاكل يعني حتى إذا بدنا نطلع شوي ناخد فكرة عن الأشخاص الناجحين ما كان طريقه معبد بالزهور ما كان طريقه سهل فكل ما ممكن تعجهنا بعض المطبات بعض العرقين بعض المشاكل في ناس بتستسلم هون تمام هاي هي الفكرة اللي بدي أحكي في ناس بتوقف وبتستسلم إنه أنا خلص صابني هاي المشكلة صارت معي هذا الظرف خلص استسلم ووقف عند هذا الحد في ناس لأ بيكون عند النية بيكون عند الأسرار بيكون عند العزيمة إنه أنا بدي كفة إنه أنا بدي كون حدا اللي اسمد من هذا المجال حدا مميز بهذا المجال فبالنهاية الصبر هو عنصر أساسي ببناء جيل الشباب بالتالي نحن لما بيكون جيل الشباب مبدع فنحن عم نحكي عن توازي جيل الشباب مع المجتمع الناجح والبلدان الناجحة والحضارات الناجحة يعني في مقولة لأديسون بتقول أنا لم أفشل بل وجدت ألف واحد طريقة لا يمكن للمصباح الكهربائي العمل بها يعني إذا بنا ناخد هاي شملة شوي بعين الاعتبار أبديش عنده ثقة بنفسه أنا لم أفشل جرر قديش ضل مصر وعنده عزيمة وقديش صبر وقديش يتحمل وقديش فيه أشخاص كانوا سلبيين حوالي إنه ما رح تزبط معاك لو بده تزبط كان زبط قال بل وجدته ألف واحد طريقة يعني العزيمة الأسرار الاستمرار إنه حط هدف ببالي هذا الهدف يتناسب مع ظروفي مع إمكانياتي مع خبراتي كمان مع وقتي واتبع خطة سنوية إنه أنا خلال هاي السنة شو حققت شو أنجزت من الأهداف هذا الأمر يعطيني حافظ للاستمرار أكتر بإني طور من ذاتي أكتر وطور من مهاراتي أكتر وعهذا الأساس نتبعه سنة ورا سنة ولكن هذا الكلام جدا جميل ولكن اليوم سوء العمل عم يصير صدمي خلينا أقول دراستك يعني اليوم أو مهاراتك بأي مجال اليوم سوء العمل ما نوازي هاي الكفاءات فيمكن عم نشوف كتير صار في سفر صار في حلم بيئة السفر صار اليوم بيقول لك أنا ماني مضطر اتعب وقدم كرمال سوء العمل بهاي المبلغ اليوم هون عم نحكي عن استثمار طاقات شباب وليوم احنا كيف قادرين نستغلها بشكل الصح ضمن سوق العمل وتهيئة ظروف مناسبة وخاصة المادية هلأ بالنسبة لكافة المجتمعات فهي مثل ما أنا بيحاجة للشخص الأكاديمي الشخص الخريج كمان بيحاجة للأشخاص اللي عندن موهبة اللي عندن مهارة يعني احنا بيحاجة للطبيب للمهندس للحلاء للعامل البسيط بيحاجة لكافة فئات المجتمع ففي حال أنا الطالب وتخرجت من جامعتي وما لقيت مثلا عمل ضمن دراستي ضمن تخرجي ففيه اتباع أسلوب ثاني ممكن موهبة ممكن عزف على آلة موسيقية ممكن اتعلم مهنة حرفية احلاقا نحط ممكن موهبت الكتابة فالمجالات مختلفة أنا وين بلاقي حالي مميز وين بلاقي حالي مبدع يعني دعنا أخذ بعين الاعتبار كلنا هي الظروف الصعبة على الكل نبس عليه فنحاول إحنا قد ما فينا نتجاوز هاي المحنة نتجاوز هاي الصعوبات كرمال نتطور أولا نحنا كأشخاص وبالتاني يتأدي لتطوير هذا المشكل واليوم عمشوف كتير في ناس بعيدي تماما عن المجال العلمي الأكاديمي عم تشتغل بمجال آخر يعني هم مشحد فيه كمان يعني اليوم مو شرطة نحنا نتقيد بهي أشهادة يمكن نكون إبدعنا بناحية تانية أكيد يمكن ولا خلينا كمان نكون وقعيين اليوم وعنا كتير من المعاهد من الدورات التدريبية اللي عم تساعد الشباب لحتى يمكن يكتشفوا أي مهارة موجودة عندهم ويحاولوا ينموها بعد فترة طيب أنا بعجقة هالمعاهد والدورات التدريبية أنا كيف أمكان أختار المعهد اللي فعلا ممكن يطور من مهارتي أو موهبتي وقدمهم اليوم نركز كمان على دور إعداد المدرب المدرب قدير لازم يكون عنده شخصية لازم يكون قريبة من الأشخاص الموجودين هلأ أي شخص اللي يقدر يطور من مهاراته ويطور من ذاته فأولا لازم يكون عنده الثقة بالنفس أنا بس كون واثق من نفسي بس كون على اطلاع بشكل يومي اكتسب معلومات جديدة اكتسب مهارات جديدة اكتسب خبرات جديدة فهون أنا ممكن تسجل بمعهد أو معهدين وين أنا ارتحب نفسيا وين أنا لقيت التطور الأكتر وين أنا لقيت المعلومات الأكتر فع هذا الأساس بختار هذا المعهد يعني في بعض الطلاب تقول لك أنا الأستاذ الفلاني أو المدرب الفلاني وين يكون أنا بالحق فهون بيجي دور الشخص نفسه وكمان الشخص يقرسل هذه المعلومات على هذا الأساس نحن من قيم أنه أنا بتسجل هون أو هون دائما اكتسب الخبرات كثير مهمة والمتابعة حتى لو ما قدرنا اليوم نوفر فرصة العمال بيئة المرجالي اللي نحن نحبه ولكن كما قلت المتابعة والإصرار يوصلنا بيوم من الأيام شكرا ولاء لكل المعلومات التي ذكرتها ونتمنى دائما نكون في فرص لشبابنا يوم عندنا إبداعات وعندنا طاقات كتير حلوة بحاجة لتسليط الضوء وبحاجة لتوفير الفرص والدعم مو بس من المحيط من كل أجهات المعنية شكرا ولاء وأكيد بدي أتشكر كل الجمعيات والمنظمات الأهلية والمجتمعية اللي عم تساعد على تطوير هذا جيل الشباب بدورات مجانية أو شبه مجانية شكرا لك يا أولا نورتي صباحنا شكرا لأيكم نعطيكم الفرص